تعزيزات وحشود عسكرية نحو أبيان هذا ما بدى عليه المشهد في الجنوب بعد أسابيع من اتفاق الرياض التعزيزات التي تضمنت دوريات عسكرية تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتيا وتحمل أسلحة رشاشة وعددا من العربات تأتي بالتزامن مع بدي أعمال اللجنة العسكرية المشكلة من طرفي الصراع لتنفيذ بنود الملحقين العسكري والأمني للاتفاق مصادر عسكرية قالت إن القوات الواصلة تمركزت في بلدة الشيخ سالم الساحلية الواقعة في ضواحي مدينة زنجبار بينما تمركزت وحدات أخرى بالقرب من استاد الوحدة الدولي جنوب شرقي زنجبار وعلى مقربة من وادي حسان عند مدخل المدينة من اتجاه مدينة الشقرة يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعمل على إعادة التوتر في الجنوب بعد أسابيع من حالة الهدوء التي سادت المدن الجنوبية تعقب اتفاق الرياض ومؤشر على عدم جدية المجلس الانتقالي في الالتزام ببنود اتفاق المصالحة في الرياض وأمام ما يبدو أنه عودة للتوترات في الجنوب لا تقف الحكومة الشرعية عاجزة فقط عن تغيير الوضع هناك بل تكاد تعدم أوراقها كليا في محافظات الجنوب بعد أن ارتأت تسليم قرارها للرياض التي بات ينظر إليها هي الأخرى كدعمة لموقف المجلس الانتقالي أيضا إلى جانب الإمارات